اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين في الفيديو جديد بنتكلم فيه عن توقعات 2023 لبسانت يوسف قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس وهنتكلم هذه المرة عن اختفاء رئيس بطريقة ما وده مش كلامي لا ده كلام بسانت يوسف المهم واللي هنتكلم فيه خلال الفيديو عشان كده بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس ونعمل لايك وشير علشان تفضلوا متابعين معنا كل التوقعات اللي بتنزل على القناة بسانت يوسف طلعت وتكلمت عن توقعات مع عمر أديب وقالت فيها حاجات كتير جدا من الناحية الفلكية ومن ناحية التارو من الناحية الفلكية عملنا لكم فيديو موجود على القناة لبسانت يوسف تقدر تتفرجوا عليها عشان ما نعدلكمش الكلام من ناحية التارو وده الجزء التاني هنتكلم فيه أولا إيه هو التارو التارو ده عام زي ورق الكوتشينا حوالي كده على حسب فيه منها 70 كرت فيه كوتشينا مثلا أو أو الورق بيبقى مثلا 80 على حسب يعني أو 72 أنا مش خبيرة أو في الموضوع ولكن على حسب ما فهمت المهم كل صورة من الصور دي بيبقى عليها آآ رمز معين بيشير إلى حاجة معينة فعلا أساس كده هي بتعرف التوقع المهم بسانت يوسف اتكلمت عن آآ مجموعة من الأسئلة اتسألت لها وردت عليها من خلال ورق التارو أول سؤال تسأل لها الحقيقة سؤال مهم جدا عن الرؤساء اتكلمت عن أول رئيس الأمريكي بايدن اتسألت كده بايدن في 23 هيكون عامل ازاي قالت بسانت يوسف هيسيب أمريكا في 23 فاتسألت معقولة يعني ما فيش احتمال أو أو ممكن يكون ممكن أو الموضوع مش أكيد لا قالت الأكيد أنه هيسيب أمريكا في 23 يعني آخر سنوات حكمه هتكون سنة 23 في مرحلة ما في 2023 بايدن مش هيكون موجود في أمريكا الله أعلم ممكن يكون بسبب حاجة صحية أو مطلب سياسي أو مطلب شعبي أو مثلا انقلاب في أمريكا وعللت الموضوع من الناحية الفلكية بأن الزاوية اللي موجود فيها أمريكا حاليا دي زاوية تغيير الشعوب تغيير الشعوب قالت كده دخول برج أورانوس كوكب أورانوس لبرج الدلم ده معناه تغيير الشعوب والزاوية دي ما حصلتش غير من 248 سنة اللي حصلت ساعتها الحرب الأهلية في أمريكا وحرب الاستقلال فده معناه أن شايفة أن الشعب هيتغير بمعنى أنه هيقوم على الرئاسة أو هيقوم على الحكومة أو السياسة الموجودة في أمريكا وهيطالب بتغييرها يعني شايفة الزاوية دي بتتكرر في 2023 علشان كده دي مش سنة أمريكا خالص سنة 23 كمان لما تسألت عن ترامب يعني طالما بايدن مش هيكون موجود يبال احتمال التاني ترامب فلما تسألت قالت هو هيرشح نفسه فعلا للانتخابات ولكن ويرد أن نجاحه مش مضمون يعني أنا مش شايفة أنه هيكون رئيس أمريكا يعني ولا ترامب ولا بايدن هيكونوا رؤساء لأمريكا بالنسبة لبوتن بوتن في 2023 هيبقى أخباره إيه معنا قالت هو قاعد قاعد ومؤمن نفسه محدش عارف عنه حاجة وحظه هيتغير للأحسن بالرغم من الانتصارات إلى جانبه ولكن في 2023 الحظ بتاعه هيبقى أفضل وأحسن كأنه فيه احتفاء ببوتن هيعمل حاجة هيخلي فيه احتفاء باسمه هيبقى فيه حاجة كبيرة في روسيا ليه وهيعمل مكاسب صغيرة ولكن مجموعهم مع بعض هيبقى مكسب كبير جدا بالنسبة له ومن الناحية الفلكية بالنسبة لروسيا قالت أن الزاوية الفلكية بتاعت روسيا السنة دي اتكررت من 30 سنة بالزبط لما زحل كان في الدلو ساعتها حصل تفكك للاتحاد السوفيتي ودلوقتي رجع زحل في الدلو تاني ساعتها بوتن وقال أو خطته أنه من حقه ومن حق روسيا أنها ترجع الأراضي اللي انفصلت عنها تاني وبوتن مش هيسكت غير لما يرجع الاتحاد السوفيتي حتى لو حتة حتة بالنسبة الرئيس أوكرانيا زلنسكي في 2023 ايه أخباره قالت لا حول له ولا قوة يعني ما لهش أي لازمة هيفضل كده مستني ووضعه مش هيتغير لحد ما يمشي الله أعلم في 23 ولا لأ لكن هيفضل الوضع كما هو عليه هنشوفه كده مستني أعنات ومساعدات وتحولات من الغرب وكمان شايفة أن مش عالف يعمل حاجة وهيفضل كده زي ما هو لغاية ما يمشي الله أعلم هو هيهرب هتنحى هيجي واحد مكانه لكن مش شايفة له أي قرار أو شايفة له أي حاجة هياخدها في 2023 غير أن وضعه كما هو بالنسبة بقى للنتنياهو كلنا عارفين أن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أو أراضي الفلسطينية المحتلة وعارفينه طبعا بتاريخه الأسود حيكون عبارة عن إيه في 23 أو إيه ورق التروب تكلم عن إيه قالت وضعه مرتاح وضعه مرتاح ومستقر في مكانه ولكن قراراته هتكون عنيفة جدا وأتمنى أن قراراته دي تكون في الداخل يعني تكون بعيد عننا ولا تخص الخارج أو تخص الجران يعني تخص فلسطين أو سوريا أو لبنان وهيكون ليه تصرفات عنيفة وهدامة وهيبقى جريء جدا على غير العادة في اتخاذ تلك القرارات يعني مش هامه هيعمل كل حاجة غلط ومش هيبقى هامه أما عن مصر بقى في 23 توقعات بسانت يوسف ليها كانت على كذا نقطة قالت بنحيس ورق التروب إحنا وضعنا مستقر في 23 ما فيش تطورات كبيرة ولكن فيه ارتياح أو هدنة بتاخد نفسك يعني بتلملم أوضاعك وتصلح نفسك من اللي حصل قبلها فيه إنجازات كبيرة هتحصل مش هتسمى عند الناس ولكن هتبقى حاجة ضخمة أو كبيرة جدا على المستوى العالمي يمكن ممكن افتتاح المتحف الكبير فيه إنجازين الحقيقة مش حاجة واحدة وهيبقى كبار جدا مصر هتسمع بيهم في العالم كله في 23 قالت كمان لما تسألت عن الأزمة الاقتصادية في مصر مكملة ولا هتتحل ولا إيه الموضوع قالت لسه الأزمة مشدودة شوية يعني لسه الأزمة موجودة للأسف لإنك متأثر بالعالم والناس عشان كده هنحس بالأزمة شوية والإحتياج المادي ولكن الأزمة مش هتكبر يعني هتبدل على وضعها الحالي ومش هتكبر أكتر من كده يعني هيبقى مقدورة عليها والسلع مش هتنقص يعني الناس مش هينقصها حاجة بإذن الله أما لما تسألت عن الجنيه في مصر في 23 هيكون أحواله إيه قالت الجنيه المصري هيعاني في الفترة الأولى في أول 3 شهور في السنة بعدها هيكون في فترة راحة أو التياح اللي اتكلمنا عنها إن مصر هتكون في فترة من الهدنة أو الراحة يعني هيبقى وضعه في راحة شوية بعد كده سنشهد مفاجآت أو قرارات كويسة أو خطط كان معمول حسابها قبل كده وهتبتدي تطلع الله أعلم في حاجة بتترتب هم شغالين عليها يقام من 3 سنين يقام من 3 شهور يعني شايفة 3 نقط الله أعلم ولما تسألت هيكون في حكومة جديدة أو وزارة جديدة في 23 قالت شايفة في وزارة كتير جدا هيتغيروا في وزارة هيفضلوا موجودين واللي هيفضلوا هيكونوا قليلين قوي يعني التغيير هيكون كبير أما لما تسألت على مين هياخد الدوري زمالك ولا الأهلي في 23 قالت الورق محير جدا شايفة مكاسب للاتنين وفرص الزمالك هتكون أكبر والأهلي هيكون برضو محتفل يعني قالت ممكن واحد فيهم ياخد الدوري والتاني ياخد الكاس حاجة زي كده لكن شايفة أن الزمالك فرصته أكبر لأن هياخد مثلا اللقب ده براحة أما الأهلي شايفة فيه جهد بيبزل جهد كبير عشان ياخد لقب أو ياخد هذا الكاس ولما تسألت عن شيرين وحسام حبيب في 2023 لأن ده كان ترند في مصر والدول العربية عمتا موضوعهم قالت هم موضوعه مستقرة على ما هو عليه حتى لو فيه حاجة مش هتتقيل أو يتم الإعلان عنها من الآخر كده شايفة حالة من الصمت هيكون في حالة من الصمت وقالت كمان فيه جرح فيه جرح يعني هيكون فيه جرح وفي نفس الوقت صمت مش هتقدر تتكلم عنه أو يقدروا هم الاتنين يتكلموا عنه بالنسبة لمحمد صلاح في 2023 قالت إن وضعه مستقر جدا وفيه إنجاز كبير جدا هيعمله بس يحذر من أي إصابة وعنده تقدم واضح جدا في 2023 وبعد 2023 كمان أما عن السؤال اللي كل الناس بتسأله هل كروستيانو رونالدو هيروح السعودية ولا لأ قالت وارد جدا إنه يحصل رغم إنه لسه كلام في الورق يعني لسه ما فيش حاجة أكيدة ولو ما حصلش الاتفاق السنة دي ممكن السنة الجاي الله أعلم والكلام هيبن أكتر في النص التاني من 23 أو أواخر 23 إذا ممكن يكون فيه انسحاب أو ممكن يكون فيه إنه فعلا يمدي الوضع الحقيقة مش واضح جدا لكن شايفة كلام 23 هيبقى الوضع بالنسبة لكريستيانو رونالدو السعودية مجرد كلام على ورق لسه ما تنفس دي كانت توقعات بسانت يوسف على ورق التارو واتكلمنا شوية من الناحية الفلكية لو عايزون تشوفوا الفيديو كمان هتلاقوه في القناة على اليوتيوب كمان خدوا بالكم إن فيه كمان كلام اتكلمت فيه عن الأبراج لو حابين إن احنا نعرضه لحضراتكم اكتبونا تحت في التعليقات ودي كانت توقعاتها اللي تقالت كلها بشكل مختصر وبشكل مهم جدا علشان الناس اللي ما بتحبش الكلام الكتير علشان كده بقول لكم كل سنة وانطايبين بفكركم كمان بالاشتراك وتفعيل الجرس علشان تفضلوا معنا مكملين سنة جديدة بإذن الله ويريد تفعلوا الجرس علشان توصل لكم الإشعارات ولو عجبكم الفيديو والمحتوى ما تبخلوش علينا باللايك والشير وكل سنة وحضراتكم طايبين سنة سعيدة على كل الدول العربية وعلى كل الجاليات وعلى كل الناس في العالم شكرا أشوفكم بخير كان معكم أختكم مارين